نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار باية حقهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهة ساكي ساعدوا أولا مسلحة من البركة مسلحة من الإمام البخاري لكي لدي جزاكي أولا غلينة كانو أولا يمجشين لاربادران الحميس يو شابي غوة سفر حجرًا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا إلى الأليه أدبوا إلى أربعين دبي واندكما يكذي دي دا ثلاثن قوة ترى بلا دي أتا دبوا بلا أشرب وانا مجلسي دمكي كراتو أتشكل لتا فنمي سناء الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر مشهور ما لم أن الإمام شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا مكما شيني دار السمو ندري دهم سند ديا چكي وانا لتافي باية سيكو دا أكسامو سبو دا لرورا دا شبو دوني أغمات إبا أكسامو كويبا وانا مكي أدوأ الله سبحانه وتعالى يكاو منك رشانتاكما أوبنجي ياي منة ياي ودوكان الأمر مسلمي الله كدهي كارانون منة واني نعيئر منة دا متاج فصلينة أربعين ترى بسم الله وانا الفصل التاسئ والأربعون فصلينة أربعين ترى فيما يقال ويفعل إن دا الغضب قمال أبن أكي فناقوكما أيكتايا إن بشي قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ تؤلن شيدن إنه يجسن يامك ونوسواسي فاستعذ بالله توكاني مطلن الله إنه هو السميع العليم لليشي ميجيني مسلي وقال سليمان بن سورة سليمان بن سورة يجي كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناكسنتي إنا زونة لدى النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني وسمتاني بي أوله سناء باچن جونا أحدهما قد احمر وجهه لينسماء حرفسك ستائجا ور وانتفخت أوداجه جيجو يمي ينسسهم فرفتو فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيئن نبي صلى الله عليه وسلم إيجي إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لليني ناسم وتكلمه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد دا زيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توداء بني كيجي ياتف يا برشي متفق عليه بخاريد مسلم سكر ويتوشي وعن أطية من أروه قال لك أطية من أروه يجي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود أبو داود ويتوشي وفي حديث آخر وفي حديث آخر وفي حديث آخر وفي حديث آخر أنه أمر من غضيب إذا كان قائمًا أن يجلس وإذا كان جالسًا أن يتجع وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَا أُمَرَجُوَنَّ يَيْبِشِي إِدَنْ أَتَّيِّكِي تُوِيزَوْنَ إِدَنْكُمَ أَتَّوْنَيكِي تُوِيْكُوَنْتَهُ وفي حديث آخر م apprehنى آخر تُوتي بحديث آخر يَا أَتَّوْنَيكِي تَوَيْكِوَنَيكِي تَوِيزَوْنَيكِي تُوِيزَوْنَيكِي تُويزَوْنَيكِي تَوِيزَوْنَيكِي تَوْا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر